الناس بقى أصلا عندها حساسية تنصحهم بإيه والناس اللي ما عنداش حساسية تنصحهم بإيه حاضر طبعا في الجو المتغير اللي احنا بنمر بإيه الفترة اللي فاتت دي بتلاقي فيه الغيوم والأمطار وفي بعض الأحيان الرياح المطربة ودي الأهم يعني الغيوم والأمطار ما بتقزيش حاجة في الحساسية ولكن اللي بيقزي التراب وإحنا ابتدينا هنقرب على فترة التراب بالضبط كده هو ده اللي بيصير الأعراض بتاعة الحساسية وهي انسداد في الأنف سيلام من الأنف نوبات من العطس وطبعا بمعه ده بيبقى فيه ده بنسبة للأنف لكن مرتبط به تماما أعراض صدر برضو زي الأفلة بتاعة الصدر اللي بنسميها نوبات الربو الشعبي نعم هذه الحاجات اللي ممكن تحصل من الحساسية من التراب من التراب وفيه حاجة بقى تانية التغيير الجو ده فيه حاجة بتحصل منه شبيهة بالحساسية اللي هي نتيجة تغيير أو فرق درجات الحرارة أما بيبقى الجو زي في الفترة احنا مثلا هنا في 6 أكتوبر بتوصل بالليل الحرارة مثلا لسابعة أو ساعات بيبقى يقول لك تسعة ولكن تشعري بأنها سبعة نعم ده ساقة جوه البيت بتستعملي أدوات للتدفئة في تطلع مرة واحدة برد التغير بتروحي بتركابي العربية فيها تدفئة بتخرجي الشارع فيه برد بتخشي الشغل فيه تدفئة وهكذا فرق درجات الحرارة ده والتغيير المستمر ده بيبوز مثلا بنقول الجهاز تنظيم الحرارة اللي موجود في الأنف اللي نسميه الترمستات يعني زي بتاعة الترمستات بتاعة التكيف والتلاجة ده اللي بيزبط درجة الانكماش والتمدد بتاع الأخشية المخاطئة للأنف تغيير الحرارة المفاجئة والكبير ده يخليها بيحصلوا نوع بالشلل يقوم يحصل لخبطة فيه تنظيم درجات الحرارة اللي في الأنف ممكن روح تلاقيه فجأة مناخيره ثابت مثلا فتدي أعراض شبيهة بأعراض الحساسية برضه آه لكن هي مش حساسية بنسميها فازوموتور ولكن الحساس ما ألرجي نعم لكن هي الأعراض واعتها نعم الناس اللي بتعاني من حنجرتها وزورها واجهها لازم تكون اللوز موجودة لكن لو اللوز متشالة بيبقى برضه فيه تعب أيها برأي يصلحني لا 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 أنا قصدا استفزك التهاب في الحلق بيحصلة في وجود اللوز أو في غير اللوز تمام ده التهاب في الحلق اللوز موجودة في الحلق جزء منه نسيج الانفاوي موجود جوا الحلق لكن في نسيج الحلق نفسه فيه أنسيجة الانفاوية برضه شبيهة شبيهة بنسيج اللوز ولكن منتشرة على الإشاء المخاطئ للحلق ممكن تلتهي بعيدا ممكن تلتهي فالتهاب الحلق موجود في وجود اللوز أو في غير وجودها تمام الأذن بقى إمتى الأذن ممكن تتأثر أو يحصل لها بشكل من التهابات الأنف من التهابات الأنف لا عايزة تكملي السؤال كده أنها تتأثر من التهابات الأنف ده تعقيبا على السؤال القبل هل لي علاقة؟ طبعا ليه علاقة ليه؟ أنت قلت لوقتي وانت بتقدميني قلت لي أستاذ إيه؟ أنف أذن وحنجر طيب لو ما كانش ليه علاقة ما كانوش تحطوه جنب بعض أي ليه؟ تقالوا مع بعض لأنهم متصلين ببعض أي الأنف دي وراها البلعوم الأنفي هناك قناة تمتد منها البلعوم الأنفي إلى الأذن الوسطى اللي هي الجزء المتوسط من الأذن وتسمى بقناة سماية أو قناة ستاكلوس نعم ووظيفتها معادلة الضغط على جانبي الطابلة طابلة الأذن عشان تسمعي بيها كويس لازم بتتردد في هوا من قبلها وهوا من بعدها الهوا اللي من برة جاي من قناة الأذن الخارجية دي الهوا اللي من جوة داخل لها عن طريق قناة ستاكلوس اللي هي فتحة في البلعوم الأنفي عشان كده لو الواحد نازل من حاجة مرتفعة نازل من طيارة مثلاً أو ودنه بتتسد يلاقي ودنه بتتسد يوم يبلع أو يتتاوب تفك تروح بفرقعة كده وفكة ايوه ليه لأن مررت شوية هوا في قناة ستاكلوس قامت عدلة الضغط على جانبي الطابلة هنفضل برضو عند الأذن الناس اللي بتقولك أنا عندي أذن وسطى أنا بيجي لي عدم اتزان كده وأول ما تشكي كده الناس تقول لها ده أكيد عندك حاجة في الأذن الوسطى هل ده له علاقة بتغيرات الجو؟ هل ده له علاقة بالبرد؟ ولا ملوش علاقة؟ هل بيبقى سيزنز الناس بتجيلها في وقت معين؟ طيب أولاً نصحح المعلومة الأولى قبل ما نستفيد في أسباب أو في حاجات تانية اللي هي إيه؟ أنا أقول أنا حاسس بعدم اتزان أو عايز أقول أنا حاسس بدوار أوكي؟ ده إحساسي ده إحساسي خلاص؟ هنبتدي نقول ده من إيه؟ ولكن أنت قلت لدتي الناس تقوله أنت عندك حاجة في الأذن وسطى ده أكيد أذن وسطى لقد بيكتبوا وصفة كمان؟ ده مين بقى اللي بيقوله؟ أيو مين اللي بيقوله؟ الناس لكن ده إذا قبلت من الناس لتقبل من دكتور أيو يعني ما يصحش دكتور يقولي أنت كده عندك الأذن وسط ليه لأن ده الكلام غلط؟ أيو ألو